حضور الكريم نهو من دواعي السرور أن أشارك في افتتاح هذا المؤتمر الهام مؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي الذي يقام تحت شعار السلام للجميع كما يسعدني أن ألتقي هذا التجمع الفريد من الخبرات المتنوعة التي جاءت لتسهم في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب ننا نكتمع اليوم للتأكيد على أهمية الثقافة الإعلامية والمعلوماتية كأساس للتحقيق السلام العالمي وتعزيز التفاهم والتسامح بين الشعوب لقد سهل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها وصول الأخبار والأفكار سواء كانت معتدلة أو متطرفة إلى الجميع بل أن الدراسات تشير إلى أن الأفكار المتطرفة والحدية تنتشر على نحو أسرع وعلى نطاق أوسع ولأجل هذا فإن الاهتمام بتكوين ثقافة معلوماتية لدى الأفراد لتمكينهم من العمل من التعامل مع هذا السيل المعلوماتي المزدمر صار مطلبا رئيسيا وملحا وترتكظ الثقافة المعلوماتية في تشكيلها على التعليم ذلك أن التعليم الجيد هو الذي يساعد في تكوين العقل الناقد القادر على تمييز المعلومات المضللة والشائعات الموجهة إن رسالة هذا المؤتمر تنطوي على أهمية كبيرة لأنها تخاطب أزمة العصر حيث لم يعد ممكنًا التمييز بسهولة بين التضليل أو المعلومات المغلوطة والزائفة من جهة وبين الحقيقة الموثقة من ناحية أخرى ويظل حائط الصد الأهم هو التعليم الذي يعزز الدراية الإعلامية لدى المواطن ويبتعد به عن الوقوع في حبائل الرسائل المتطرفة أو تلك التي تحض على الكراهية وهنا فإن تنمية مهارات التواصل مع الآخر وكشف الرسائل المتطرفة وتعزيز التسامح تعد ضرورة أساسية من ضرورات التعايش الحضاري والسلمي بين الثقافات إن جوهر ثقافة التسامح هو قبول الآخر وتقبل الأفكار وترائق الحياة المغيرة وإذا كان التطرف والغلو يتغزى في الأساس على الجهل فإن التسامح يظهر بالمعرفة المعرفة بالذات وبالآخر على حد سواء ويقع على عاطق المؤسسات الدينية والإعلامية بالذات إشاعة ثقافة التسامح وضحض خطاب الكراهية فالجين وبخاصة في بلادنا العربية يمثل عماد المنظومة القيمية لدى الفرض وهو يشكل المنظور الذي يرى العالم من خلاله منذ سنوات التنشئة الأولى وإذا ارتكز الخطاب على قيم احترام العقائد الأخرى والأفكار المغايرة سادت هذه القيم في الثقافة السائدة وتبناها المجتمع أما إذا تمحور هذا الخطاب حول تمجيد الزاد وإلغاء الآخر فإن الثقافة المجتمع كله يكون طابعها التطرف والانغلاق وهو ما يقود حتما إلى العنف وأقول أن الطراثة الدينية في مصر في الإسلام والمسيحية في الأظهر والكنيسة هو طراث متسامح في منطلقاته الأساسية لا يحقر الآخر بل ينفتح على الثقافات والحضارات وهو أيضا طراث نادر في التعايش الممتد لمئات السنين بل آلافها طراث نفخر به وننشئ أبنائنا على صونه والبناء عليه ننا في جامعة الدول العربية نؤمن بأن تمكين الشباب والمواهب العربية الصاعدة هو أفضل استثمار في مستقبل الأمة ونأمل من خلال هذا المؤتمر أن نسعى لتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الشباب لتمكينهم من التعامل مع وسائل الإعلام بشكل إيجابي ومسؤول إن الجامعة العربية منظومة متكاملة تهتم ليس فقط بالعمل السياسي ولكن أيضا بتكوين الكفاءات العربية وما تقوم به الأكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هو إسهام مهم في هذا الاتجاه وفي ذات الصدد تسعى الأمانة العامة لإخامة جسور التواصل والتفاعل بين الحضارات المختلفة بما يحول دون سوء التفاهم أو المواجهة وذلك من خلال التعاون مع منظمات عربية ودولية في هذا المجال وكما تولي الأمانة العامة اهتماما خاصا لمسألة التصدي لكافة مظاهر وأشكال التمييز العنصري والتحريض على العنف بسبب العرق أو الدين حيث قامت بإعداد الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات بهدف تعزيز التواصل بين الحضارات المختلفة والاستخدام الأمثل للطاقات البشرية لتحقيق الأهداف المشتركة للدول العربية في مجال تحالف الحضارات وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية باعتبارها زروة تكسيد العنصرية في زماننا وجاري حاليا تحديث برامج الاستراتيجية لفترة زمنية جديدة لتتوائم مع المستجدات العالمية وكما تعلمون تحظى العلاقات العربية الأسبانية بمكانة خاصة فهي علاقات تضرب بجزورها في التاريخ وقد كان العصر الزهبي للحضارة العربية في الأندلس نموزجاً ليس له مثيل في التسامح والتعايش الحضاري وقد وقعت الجامعة العربية مذكرة تفاهم مع حكومة أسبانيا وتعقد اجتماعات رفيعة المستوى لتعزيز التبادل في شتى المجالات بما فيها المجالات الثقافية والتعليمية وبالإضافة إلى ذلك تم إنشاء البيت العربية في مدريد وفي قرطبة وهو مؤسسة عام أسبانية تم إنشائها عام 2006 كمركز للدراسات والمعرفة حول العالم العربي وتحرص الجامعة العربية على تطوير قنوات التعاون مع البيت العربي ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة عدة برامج في هذا الصدد الصدفة البحثة الصدفة البحثة قدمت الجامعة العربية هدية كتب تاريخية وقديمة إلى هذا البيت العربي الأسبوع الماضي فقط ختاماً أدعو لجعل هذا المؤتمر حافزاً إضافياً نحو تحقيق أهدافنا المنشودة نحو ترثيخ ثقافة التسامح والفهم المتبادل والتعايش الحضري على أساس من الاحترام والمساواة والعدل أتمنى لكم جميعاً نقاشات بناءة ومفيدة وإيجابية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة